رغم كل المتغيرات السياسية على الساحة الليبية فإن المعطيات العسكرية باقية على سخونتها عبر مواجهات وضربات لا تتوقف هنا وهناك حيث لقي خمسة أشخاص مصرعهم في الساعة الأولى من صباح ثلاثاء نتيجة لقصف تعرضت له شاحنة وسيارة في منطقة نسمى غربي ليبيا بحسب مصدر طبي محمد جنونو الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية قال في بيان إن سلاح الجو نفذ ضربتين قتاليتين استهدفتا شاحنتين نقل معدات لوجستية وذخائر في منطقة نسمى كانتا في طريقهما لإمداد قوات حفتر جنوب العاصمة ترابلس كما أعلنت قوات الوفاق تنفيذها ضربات جوية دقيقة استهدفت عدة آليات داخل قاعدة الوطية غربي ليبيا مؤكدة تصديها لمحاولة تقدم لقوات حفتر بمحور صلاح الدين جنوبي ترابلس ومبينة أنها تحافظ على كامل تمركزاتها بالمحور ولم تخسر أي موقع قوات الوفاق اتهمت قوات حفتر بقصف مدينة مسلات شرقي ترابلس بأكثر من خمسين صاروخ جراد مؤكدة وقوع إصابات وأضرار بالأحياء السكنية في المدينة أما أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر فصرح بأن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون عسكريا مضيفا أنه خلال يومين ستكون هناك خطوات وقرارات جديدة سيتم إعلانها بشكل مباشر بعد إقرارها من القيادة العامة وموضحا بأن على المجتمع الدولي احترام خيارات الشعب الليبي وفقا لوصفه كل هذا التصعيد في التصريحات العسكرية قابله شهادات من سكان في العاصمة ترابلس بأن أصوات المواجهات المسلحة تسمع في مختلف المناطق الجنوبية بالترافق مع سقوط عدة قذائف على مناطق متفرقة بدواحي العاصمة خلال الساعات الماضية لتبقى ليبيا تتقلب على نار المواجهات النارية والصاروخية حتى بأيام شهر الصيام في رمضان